عادة يعني أنا ما بحبش الأعداد يعني بمجرد ما أعرف نتيجة ماتش ما حبش تفرج عليه خلاص انتهت ممكن أشوف الهايلايتس لكن أنا أتابع الماتش أو أشوف أتفرج على 90 دي ده شيء بالنسبالي صعب جدا لكن الحقيقة أن أنا اتفرجت على شرط الأول من مباراة منتخب ألمانيا في مواجهة اليابان وكانت اليابان بالنسبالي في المتناول يعني فرقة مسلمة ورفع الرأي البيضة من ديئة الأولى للديئة 45 وكان المتخب الألماني سهل جدا يسجل جول واثنين وثلاثة واربعة ويخلص المباراة بدري بدري ومن هنا انتهت علاقتي بالمباراة وبتهيت أتحرك لمدينة الإنتاج عشان أقابل حضراتكم في السادسة ثم فجأت مجرد وصولي الناس بتقولي المباراة انتهت لصالح اليابان اثنين واحد فالحقيقة أنت أبني فضول شديد جدا شوت تاني محتاجة تفرج عليه إزاي جماعة التحول الـ 180 درجة ده إزاي يحصل في بريك بين الشوتين موضته 10 دقايق إيه اللي حصل إزاي اليابان قدرت تقلب الترابيزة على الألمان بالشكل ده رغم أنه الألمان كانوا متفوقين في كل شيء استحواز مهارة لياقة سرعة قوة عشر دقايق يقلبوا الحال كده لكن الحقيقة تحية وشابو للمنتخب الياباني بيدي واحد من أهم الدروس للناس اللي حابة تتعلم